الجزر اليونانية إلى واجهة التوتر مجدداً بين أنقرة وأثناء المناورات العسكرية التي تجريها اليونان في جزيرتين منزوعتين السلاح وفق معاهدات دولية دفعت الخارجية التركية بالتواعد بعدم السكوت عنها أثناء تواصل الاستفزازات ومستحيل أن تبقى أنقرة صامتة بشأنها الجزر منحت لليونان بشكل مشروط من خلال معاهدتي لوزان عام 1923 وباريس للسلام عام 1974 ولا يحق لها تسليح الجزر وعليها التراجع عما تقوم به وهذه صور نشرتها وزارة الدفاع التركية قبل نحو شهرين قالت إنها لمعدات عسكرية أمريكية الصنع نشرتها اليونان في جزر منزوعة السلاح لتضاف إلى التوترات المتصاعدة بين الجارتين الأمر ليس فقط متعلق بتسليح الجزر هناك عدم تفاهم بما يخص ترسيم الحدود في مياه البحر الأسود لكن قيام اليونان بمناورات في الجزر منزوعة السلاح يشعل فتيل التوتر أكثر فتركيا تعتقد أن اليونان لا تتحرك بمفردها بل هناك دول تدفعها لتوجيه ضربة عصى لتركيا باستخدام اليونان وهذا ما يفتح الباب أمام التفكير بالتدخل بالشكل المفاجئ ردا على أثناء رد ترجح أوساط تركية أن يكون بشكل أولي على شكل مذاكرة احتجاج ترسلها أنقرة إلى الأمم المتحدة والتحرك دبلوماسيا كان في كل مرة هو المسكن لحالة التوتر المزمنة بين الجارتين والحليفتين تحت مظلة الناتو رغم التلويح التركي بالتحرك عسكريا محمد المشهرة وسكي نيوز عربية إسطنبول